كارل ماركس، الفيلسوف والناقد الاقتصادي الألماني، يعتبر واحداً من أبرز الشخصية التي أثرت على الفكر السياسي والاقتصادي في القرن التاسع عشر وما بعده. تتميز أفكار ماركس بتأثيرها العميق في مجالات متعددة بما في ذلك الفلسفة والاقتصاد والسياسة والتاريخ، حيث قام بتطوير نظرية الشيوعية والمادية التاريخية التي تنص على أن النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي هو نتيجة للصراع بين الطبقات الاجتماعية، وهو مفهوم أساسي في الفهم الشيوعي للتاريخي، تعاون ماركس مع فريدريتش إنجلز في كتابة دوس كابيتالي، الذي يعتبر من أهم أعماله، وهو عبارة عن تحليل للاقتصاد السياسي ينتقد فيه نظام الرأسمالية ويبين الاستغلال الاقتصادي للعمال وتراكم الثروة في يد الطبقة. الرأسمالية على الرغم من أن فكرة ماركس قد تأثر بشكل كبير في القرن العشرين وأدى إلى نشوء حركات شيوعية في جميع أنحاء العالم، إلا أن تطبيق أفكاره أثار الجدل والانقسامات وأدى إلى نتائج متباينة في العمل العملي. كارل هانريش ماركس، ولد في تيرير في الخامس من مايو 1818، وتوفى في لندن في الرابع عشر من مارس 1883. فيلسوف وناقد للاقتصاد السياسي ومؤرخ وعالم اجتماع ومنظر سياسي وصحفي وثوري اشتراكي ألماني. درس القانون والفلسفة في جامعة أيبون وبرلين. تزوج عام 1843 من النقدة المسرحية والناشطة السياسية الألمانية جيني فون ويستفالين. بسبب منشوراته السياسية فقد نزعت الجنسية عنه وأصبح عديمنا لها لعقود أثناء عيشه في لندن مع زوجته وأطفاله. خلال حياته طور أفكاره بالتعاون مع صديقه فيريدريك إنجلز. كتاباته الأشهر هي البيان الشيوعي ورأس المال بأجزائه الثلاثة. كان لفكره السياسي والفلسفي تأثير هائل على التاريخ الفكري والاقتصادي العالمي واستخدم أسمه للتعبير عن مدرسة فكرية كثيرة التطورات وهي المدرسة الماركسية. نظريات ماركس والمعروفة بأنها التفسيرات الماركسية ترى بأن المجتمعات البشرية تتطور من خلال الصراع الطبقي ضمن نمط الإنتاج الرأسمالي وهذا الصراع يتجلى بين الطبقات البرجوازية الحاكمة والمالكة لوسائل. الإنتاج من جهة والطبقات العاملة المعروفة باسم البروليتاريا وهي الطبقات التي تبيع قوة عملها من خلال عائد الأجور وتمكين وسائل الإنتاج. استخدم ماركس منهج المادية التاريخية النقدي ليتنبأ بأن الرأسمالية ستنتج توترات داخلية في النظم الاجتماعية والاقتصادية ما سيؤدي لتدميرها ذاتياً واستبدالها بنظام يعرف بنمط الإنتاج الاشتراكي حيث رأى أنها تفرز أزمات نتيجة عدم استقرارها الجزئي وهذا من شأنه أن يؤدي. لوصول الطبقة العاملة لمرحلة الوعي الطبقي ما يدفعها للاستلاء على السلطة السياسية وإنشاء المجتمع الشيوعي في نهاية المطاف وهو مجتمع لا طبقي مكون من الارتباط الحر بين المنتجين. ناضل ماركس من أجل تنفيذ مبادئه بحجة أن الطبقة العاملة يجب أن تقوم بعمل ثوري لإسقاط الرأسمالية وتحقيق التحرر الاجتماعي والاقتصادي. وصف ماركس بأنه أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ البشرية وتعرضت أعماله للمتحي. والانتقاد مهد عمله في رأس المال لنظريات عديدة حول علاقة العمل برأس المال. عديد النقابات العمالية والفنانين والأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم تأثروا بأفكاره وعملوا على تطويرها أو تكيفها مع مجتمعاتهم يستشهد بماركس باعتباره أحد المهندسين المعماريين الرئيسين في علم الاجتماع الحديث. السيرة الشخصية مرحلة الطفولة والتعليم المبكر. ولد كارل هنريش ماركس في الخامس من مايو 1818 في مدينة ترير التابعة لمملكة بروسيا لعائلة يهودية لكن أبوه كان قد اعتنق المسيحية اللوثرية قبل ولادته بسنة واستبدل اسم هيرشل ماركس ليفي ليصبح هنريش ماركس. ماركس هو الطفل الثاني لعائلة تكونت من ثمانية أطفال. والده كان محاميا منحدرا من عائلة حاخامات يهود وهو نسب مشابه لأقربائه من أمه فهم كانوا حاخامات يهود أيضا. مدينة تريري التي ولد فيها كارل ماركس. كانت جزءا من مقاطعة نهر الراين السفلي التابع للملكة بروسيا. والد ماركس هو أول من تلقى تعليمنا علمانيا في العائلة وأصبح محاميا يتمتع بدخل مريح واعتبر أن العائلة من الطبقة العليا حيث إضافة لدخل. الوالد من المحامات كانت العائلة تمتلك عددا من المزارع قرب نهر موزيل وتنتج من خلالها النبيذ عالي الجودة. لم يكن والده متدينا بل كان من رجال عصر النهضة واهتم بأفكار إيمانويل كانت وفوليتير. انتهج الليبرالية الكلاسيكية ودفع باتجاه تطبيق إصلاحات دستورية في بروسيا المتمتعة آنذاك بنظام حكم ملكي مطلق. بعد عمله في المحامات بأربع سنين انتقل للعيش مع عائلته في عقار مكون من عشر غرف بالقرب من يورتانيجرا. زوجته هنرييت بارسبورغ كانت يهودية هولندية من عائلة تمتلك تجارة مزدهرة. وأسست لاحقا شركة فيليبس أما أختها صوفي بيرسبورغ فتزوجت من ليون فيليبس وكانت جدة لكل من جيرارد وأنطون وفريتس. فيليبس شركة ليون فيليبس كانت تنتج التبغى الهولندية الفاخرة وقد اعتمد ماركيس وزوجته عليها في وقت لاحق للحصول على قروض أثناء إقامتهما في لندن. ماركيس لم يكن يهوديا في الدين بل في العرق وحسبه. أهتم بالأفكار. الفلسفية الهيجلية بشكل خاص عندما كان طلبا في جامعة بون وبعدها في جامعة برلين بحلول عام 1836 كان ماركيس قد نضج نوعا ما وأصبح يناقش والده في الأدب والسياسة والقانون وقد أثنى والده عليه وكتب له. في إحدى الرسائل من ذات العام، إذا شاءت إرادة الله، فلا تزال أمامك حياة طويلة لتعيشها لخيرك ولخير عائلتك، وإذا كان حدسي صحيحاً لخير البشرية، كان ماركيس قد التقى بجيني فون ويستفالين في العام نفسه وبدأ فيه. تبادل رسائل الغرامي معها، كتب ماركيس مقالات لعدة صحف لعل أبرزها صحيفة لغازد دو كولونيا. الهيبلية والصحافة المبكرة قضى ماركيس صيف وخريف عام 1836 في تيرير وخلال هذه الفترة أصبح أكثر جدية اتجاه دراسته. وفي الفترة نفسها قابل جيني فون ويستفالين وهي فتاة متعلمة من الطبقة الحاكمة في بروسيا. كانت جيني على علاقة بشاب أريستقراطي لكنها قطعت علاقتها به لأجل الارتباط بماركيس ليخلق علاقة مثيرة للجدل بسببه. الاختلاف العرقي والطبقي بينهما ورغم هذه الفوارق إلا أن ماركيس استطاع إنشاء صداقة مع والدها لوتفج فون ويستفالين برغم حصول ماركيس على قبول لدراسة القانون في برلين. إلا أنه كان مفتونا بالفلسفة ومقتنعنا بأن لا شيء يمكن أن ينجز بدونها. زاد اهتمام ماركيس بالفيلسوف المتوفي حديثا هيبل والذي نقشت أفكاره بشكل واسع حينها من خلال الندوات الثقافية وخلال فترة نقاهة قضاها في ستارلان ضم لنادي. الأطباء وهي مجموعة من الطلاب الذين ناقشوا الأفكار الهيبلية من خلال هذه المجموعة انخرط بتنظيم راديكال عرف باسم الهيبليين الشباب والذين كانوا يجتمعون حول لوتفيغ في يورباخ وبرونوباور. كان الهيبليون الشباب متفقين مع ماركيس حيث انتقدوا الفرضيات الميتافيزيقية الهيبلية لكنهم تبنوا الأسلوب الجدلية لتوجيه النقد الاجتماعي والسياسي والديني من وجهة نظر يسارية. في عام 1838 توفى والد ماركيس وهو ما أثر على ماركيس الذي بقي يعتز بذكرى والده طوال حياته. أنهى ماركيس كتابة قصته العقربة وفليكس عام 1837 وهي القصة الوحيدة التي كتبها كما أنهى مسرحية شعرية بعنوان ديراما ألينام إضافة لبعض قصائد الحب التي كتبها لجيني. هذه الأعمال الأدبية لم تنشر أثناء حياته. لاحقا تخلى عن اهتمامته الأدبية لأجل أهداف أخرى من بينها تعلم الإنجليزية والإيطالية ودراسة تاريخ الفني وترجمة الأعمال الكلاسيكيسة اللاتينية إضافة لانشغاله بالعمل على أطروحة الدكتورة الفرق بين الفلسفتين الديموقريطية والأبيقورية عن الطبيعة والتي وصفت بأنها عمل جريء يوضح أن اللهوت يجب أن يخضع للحكمة المتعالية للفلسفة. أثارت الأطروحة الجدل خصوصا بين الأساتذة المحافظين في جامعة برلين ما دفع ماركس الإرسال الأطروحة لجامعة جين الأكثر لبرالية والتي وافقت على مناقشتها ومنحته عليها درجة الدكتورة في أبريل 1841. بدأ التعاون بين ماركس وبرونو بور على تعديل الفلسفة الهيدلية عام 1840. وفي عام 1841 بدأ بالتخطيط لإنشاء مجلة تحت عنوان أرشيفات الحادية. لكن المجلة لم تصل مرحلة النجي أبدا. حاول ماركس أن يراعي اهتمامه الأكاديمية لكن حضر هذه الأعمال كان يتزايد حيث عارضت حكومة بروسيا بشكل متزايد اللبرالية الكلاسيكية والهيغليين الشبابي. ما دفعه؟ للانتقال إلى كولونيا عام 1842 ليعمل كاتب في صحيفة راديكالية هي راينيش تي سايت. ولاحقاً أصبح رئيس تحريرها وزاد تعبيره عن آرائه الاشتراكية كما وضح اهتمامه بعلم الاقتصادي. وانتقد اليمنية الأوروبية في حكومة بروسيا وبعض الشخصيات اللبرالية والاشتراكية واعتقد أنهم يأتون بنتائج عكسية. هذه الأراء دفعت الحكومة البروسية لرقابة الصحيفة وإزالة محتويات من الأعداد قبل اطباعة لضمان خلوها من المواد. المثيرة للفتنة وقد علق ماركس يجب أن تقدم صحيفتنا للشرطة حتى يشمها. وإذا شم أنف الشرطة أي شاء غير مسيحي أو بروسي، لن يسمح للصحيفة أن تظهر حضرة الصحيفة عام 1843 بعد طلب من الإمبراطور الخامس. عشر لروسيا نيكولاي الأول وذلك بعد نشرها مقالنا ينتقد بشدة الملكية في بروسيا. في باريس في الحادي عشر من أكتوبر 1843 وبعد زواجه من جيني وصل معها إلى باريس التي كانت عاصمة العالم الفكرية، وأصبح محررا في صحيفة الحولية الألمانية الفرنسية وجه مبتسم، وهي صحيفة يسارية أنشأها الاشتراكي الألماني أرنولد روج. للتقريب بين الراديكاليين الألماني والفرنسيين، بعد وصوله سكن ماركس مع زوجته في سكن جامعي بشارع فانو، إلا أن ظروف الحياة أجبرتهم على تغيير مكان السكن بعد ولادة ابنتهم جيني، رغم محاولة صحيفة جلبة. كتاب مختلف في الجنسيات الأوروبية إلا أن الألمان هيمن عليها ولم تحوي إلا كاتب وحيد غير ألماني هو الشيوعي الروسي ميخايل باكونين، شارك ماركس بمقالين هما نقد فلسفة الحق عند هيجل، وحول المسألة اليهودية، وقد قدم في مقاله الثاني أراءه حول الطبقة العمالية وشرح قوتهم الثورية ووضح اعتناقه للشيوعية، رغم نشر مقال واحد فقط إلا أن ذلك يعد نجاحا نسبيا وفي الغالب فقد نشر المقال بسبب تدمينه. قصيدة غنائية لهينرش هينه يسخر فيها من لوتفيج ملك بافرايا وهو ما دفع الولايات البروسية إلى حضر الصحيفة ومصاردة النسخ المستوردة، لكن وبسبب عدم توفر المقالات الفرنسية فإن الصحيفة تتعرض للفشل حتى اسمها لم يعود صحيحاً الحوليات الفرنسية الألمانية، ما يدفع أرنولد روج للتأخر في دفع رواتب ماركس، وصولاً لعدم تمويل النسخ المستقبلية من الصحيفة ما أدى لانهيار علاقة الصداقة بينه وبين ماركس، بعد أنهيار، الصحيفة بدأ ماركس بالكتابة للصحيفة الألمانية الراديكالية اليسارية إلى الأمام، وهي الصحيفة الوحيدة التي لم تكن تخضع للرقابة، ولها علاقات مع رابطة العدالة المكونة من الاشتراكيين المثاليين، حضر ماركس بعض لقاءاتها لكنه لم يشارك، شكل عمله في الصحيفة أساساً لصقل وجهات نظرة حول الاشتراكية المبنية على أفكار الديالكتيكية المادية لهيبل وفيورباخ وفي نفس الوقت أنتقد الليبراليين والاشتراكيين الأخرين الموجودين في أوروبا، في 28 من أغسطس 1844 التقى ماركس لأول مرة بفريدريك إنجلز والذي سيصبح صديقه المقرب لاحقناً، كان إنجلز بروسياً إيضاً ومحبناً لفلسفة هيبل وكان من عائلة غنية، اللقاء كان في مقهى لاري جونس وعرض إنجلز على ماركس عمله حديثاً نشر ظروف الطبقة العاملة في إنجلترا في عام 1844، وتحدث معه عن الطبقة العاملة التي ستكون وفق رؤية إنجلز فاعل وأداة آخر ثورة بالتاريخ، بعدها قرر كتابة نقد حول الأفكار الفلسفية لصديق ماركس السابق برونو بوار، ونشر العمل عام 1845 تحت عنوان العائلة المقدسة، على الرغم من انتقاد ماركس ليباور إلا أنه تأثر بشكل متزايد بأفكار الشباب الهيبلين، ماكس إشترنر ولودفيغ فويرباخ، لكن في النهاية تخلى ماركس وصديقه عن مادية فويرباخ، خلال فترة معيشته في المنزل 38 بشارع ريو فانيو في باريس، انكب ماركس بدارسة مكثفة للاقتصادي، السياسي فقرأ آدم سيميث وديفيد ريكاردو وجيمس ميل وآخرون، إضافة لقراءة أعمال الاشتراكيين الفرنسيين خصوصاً هيناري دوسان سيمون وشارل فوريه، وقراءة التاريخ الفرنسي، دراسة الاقتصاد السياسي هي التي سيتابعها ماركس طوال حياته، وينتج منها أهم أعماله وهو كتاب رأس المال بمجلداته الثلاثة. استندت الماركسية بشكل عام على ثلاث دعائم هي جدلية هيكل والاشتراكية الطبيعية الفرنسية والاقتصاد الإنكليزي. ومع دراسته السابقة لجدلية هيبل، كانت دعائم الماركسية الثلاث قد تكونت خلال إقامته في باريس مع حلول خريف 1844. كان ماركس يضطر غالباً لإهمال دارسته في الاقتصاد السياسي ليس فقط بسبب مطالب الحياة اليومية، بل وأيضاً لكونه صحفياً في صحيفة متطرفة إضافة لتوجيهه لجهود حزب سياسي خلال سنوات الانتفاضات الثورية المحتملة حدوثها، لكنه بقي منجذباً بشكل كبير لفهم العوامل الداخلية للرأس مالية أثنى ماركس على أفكار فيورباخ وانطلق منه في تحليله للعمل المغتربي، كلما ازداد أنتاج العامل للثروة، وكلما ازداد أنتاجه قدرةً وحجمناً، يزداد العامل فقرناً، وبعدها حلل مفهوم الاغتراب، ما يشير إلى أن مخطط الماركسية تكون بذهنه في أواخر 1844 أو أوائل 1845 حيث وضع العديد من السمات الأساسية للرؤية الماركسية، لكنه احتاج لتدوين كل تفصيلة لتوضيح نقده الجديد للاقتصاد السياسي، وعليه فقط كتب الكثير من المخطوطات الاقتصادية والفلسفية دراسة ماركسي المستمرة للاقتصاد السياسي والرأسمالية دفعه لإدراك ضرورة أن يبنى منهجه الجديد على أساس مادي متطور كتبت غالبية المخطوطات الاقتصادية والفلسفية بين أبريل وأغسطس من العام 1844، لكن ماركس أدرك سريعاً أنها تأثرت ببعض أفكار فيورباخ غير المتشقة ما دفعه للانفصال عن مادية فيورباخ لصالح المادية التاريخية هذا الانفصال دفع ماركس بعد انتقاله لبروكسل لكتابة أطروحاته الحادية عشر حول فيورباخ، واشتهرت باسم الأطروحة 11، والتي تنص على أن الفلسفة فسر العالم بطرق مختلفة، لكن الهدف هو تغيره، انتقد ماركس في عمله الفلسفات السابقة بشكل عام فهي تقوم بوصف العالم المجرد فقط، المادية عند فيورباخ بشكل خاص بوصفها مادية تأملية وانتقد المثالية على اعتبارها تختزل الممارسة والنظرية، وهذه كانت الإشارة الأولى للمادية التاريخية حيث قدم ماركس حجا مفادها أن العالم لا يتغير بالأفكار ولكن من خلال الممارسة والنشاط الفعلي والمادي، في عام 1845 استجابت الحكومة الفرنسية لبرقية الملك البروسي الطالبة بإغلاق صحيفة إلى الأمام، وترد ماركس من فرنسا لينتقل للعيش في بروكسل في بروكسل مع عدم القدرة على البقاء في فرنسا واستحالة العودة إلى ألمانيا غادر ماركس إلى بروكسل عام 1845 رفقة زوجته جيني التي كانت حاملناً وبنته المريضة جيني فرد على ماركس مثل كل المهاجرين التوقف عن العمل بالسياسة لذلك كان مطالب بالبحث عن وظيفة لكنه كان يمقط هذا التصرف وقرر الاعتماد على كتاباته لكسب عيشه وفي انتظار الفرصة للكتابة استطاع أن يحصل على منزل فسيحناً في بروكسل وتحول إلى قيادي شيوعي بارز وأنشأ علاقات مع الاشتراكيين المنفيين من جميع أنحاء أوروبا مثل موزهس وكارل هينزين وجوزيف ويدماير انضم إنجلز لهم في أبريل 1845 بعد مغادرته ألمانيا وأصبح ماركس وإنجلز أعضاء في رابطة العدل وكلفوا بكتابة البرنامج السياسي لرابطة والذي سيعرف لاحقاً بالبيان الشيوعي انضمت صديقة إنجلز ماري بيرنز لهم بعد مغادرتها لندن في منتصف يوليو من العام 1845 يغادر ماركس وإنجلز إلى لندن للقاء قادة حركة الميثاقية وهي من أولى الحركات البريطانية التي أنشئت لدعم الطبقة العاملة هذه الرحلة كانت الأولى لماركس إلى إنجلترا وقد كان إنجلز دليله فيها حيث أنضى عامين في منشسترا من نوفمبر 1842 حتى أغسطس 1844 إضافة لإتقانه للغة الإنجلزية فقد أنشأ إنجلز العديد من العلاقات مع قادة الجركة الميثاقية وعمل مراسلناً للصحف الاشتراكية الإنجليزية استغل ماركس الرحلة للنظر في الموارد الاقتصادية المتاحة للدراسة في مكتبات مختلفة في لندن ومانشستر متعاوناً مع إنجلز بدأ ماركس في كتابة الأيديولوجيا الألمانية R21 كتب العمل الذي سينظر إليه على أنه مقدمة أفضل معالجة لمفهوم المادية التاريخية في 1846 من خلال هذا الكتاب انفصل ماركس عن فيوربخ وبرونو باور وماكس شتينا والهبلين الشباب إضافة لانفصاله عن كارل غيرون وحركة الاشتراكيين الحقيقيين والذين كانوا يعتمدون على المثالية في فلسفتهم بينما قدم ماركس وإنجلز في الكتاب المادية بوصفها المحركة الوحيدة لحركة التاريخ ورغم الكتابة بالأسلوب الساخري إلا أن الرقابة على أعمال ماركس حالت دون نشر الكتاب الذي لم ينشر بشكل رسمي حتى عام 1932 بعد انتهائه من كتابة الأيديولوجيا الألمانية شرع ماركس في كتابة نص لتوضيح موقفه من نشاطات الحركات الثورية بوجهة نظر فلسفية علمية وعنون نصه الجديد بعنوان متهكم هو بؤس الفلسفة للحيلولة دون وقفه في الرقابة الهدف من العمل الجديد كان التمييز بين الاشتراكيين الخياليين وفلسفته الاشتراكية ففي حين كان هدف الخياليين إقناع شخص واحد في كل مرة بالانضمام لهم فإن ماركس رأى أن الأشخاص يميلون في غالبية المناسبات للتصرغ وفق مقتضياتهم ووفق مصالحهم الخاصة وبالتالي لا يوجد فائدة من إقناع شخص واحد في كل مرة والأفضل هو توجيه الخطاب لطبقة كاملة من المجتمع الطبقة العاملة في هذه الحالة وبذلك يمكن إحداث تغيير جدري في المجتمع العمل قدم عام 1847 ليكون ردا على الفلسفة البرجوازية الصغيرة للاشتراكي السلطوي الفرنسي بير جوزيف برودوني الذي عبر عن أفكاره في كتابه فلسفة الفقرة عام 1840 أدت الحركات العمالية التي اندلعت في أوروبا عامي 1846 وعام 1847 للضغط على ماركس من قبل رابطة العدل لكتابة بيان الحركة لكن ماركس أجل العمل على البيان بسبب انشغاله بكتابة مقالين مهمين أولهما ناقش موضوع التبادل الحر والثاني أهتم بالاستغلال وعرف فيما بعد بالعمل المأجور ورأس المال شكل هذين العمليين منعطفنا في تفكير ماركس وأسس مع أعماله السابقة القواعد الأساسية للعمل الأكثر شهرة والذي سيعرف باسم البيان الشيوعي بقي ماركس مرتبطا برابطة العدل واعتقد أنها تنظيم راديكالي مطلوب لتحفيز الطبقة العاملة في أوروبا للبدء بحراك جماهيري يوصلها إلى السلطة لكن لتنظيم الحراك العملي كان على الحركة أن تكفى عن توجهها السري وتعلن عن نفسها باعتبارها حزب سياسي وقد أدرك أعضاء الحركة هذه الحقيقة وأعلنوا في يونيو 1847 تنظيم الحركة لتكون مجتمعا سياسيا علنيا يستقطب الطبقات العاملة مباشرة هذا التنظيم الجديد كان يسمى العصبة الشيوعية وقد شارك ماركس وإنجليز في كتابة المبادئ الأساسية للحركة الجديدة بدأ ماركس مع إنجليز بكتابة البيان الشيوعي في ديسمبر 1847 وحتى يناير 1848 ونشر لأول مرة في الحادي والعشرين من فبراير 1848 البيان حول العصبة الشيوعية من السريط للعلنية ووضح أهدافا ونواياها لعامة الناس السطور الأولى للبيان حددت الأساس الرئيسة للماركسية إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن ليس سوى صراعات طبقية يشرح ماركس عبر فصول البيان صراعات المصالح بين الطبقة البرجوازية والطبقة العمالية ويقدم البيان حجته لإثبات أختلاف العمل بين العصبة الشيوعية وباقي الأحزاب الاشتراكية والليبرالية حيث عملت وحدها لتحقيق مصالح العمال والإطاحة بالمجتمع الرأسمالي واستبداله بالاشتراكية في نفس العام شهدت أوروبا العديد من الاحتجاجات والتي عرفت لاحقنا باسم ثورات 1848 أو الربيع الأوروبية في فرنسا أدت الاحتجاجات لإسقاط النظام الملكي وإنشاء الجمهورية الفرنسية الثانية وقد كان ماركس داعمنا لمثل هذه التمردات خصوصا بعد حصوله على ميراث والده قرابة 6000 فرنكنا الميراث منذ 1838 لكن عمه حجبه عنه وادعى أنه استهلك ثلثها لأجل تسليح عمال بلجيكيين كانوا يخططون لنشاط ثوري وبرغم الجدل حول صحة أدعاءات عمه إلا أن وزارة العدل البلجيكية اتهمت ماركس بذلك واعتقلته لاحقنا ما أجبره على الفرار إلى فرنسا ظن منه بأن الأمان سيكون مع السلطة الجديدة في كولونيا بقي ماركس لفترة قصيرة في باريس ونقل مركز العصبة الشيوعية إلى المدينة وأنشأ مع عدد من الاشتراكيين البروسيين نادي العمال البروسيين الإنجليزية في فرنسا على أمل انتقال الثورة إلى بروسيا عام 1848 عاد إلى كولونيا وبدأ بإصدار كتيب يدوي بعنوان مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا ودفع مع خلال كتيبه على أربع نقاط فقط من بيانه الشيوعي معتبراً أن على البرجوازية البروسية أن تطيح بالملكية الإقطاعية والأرستقراطية قبل أن تتمكن الطبقة العاملة من الإطاحة بالبرجوازية في الأول من يونيو بدأ بنشر صحيفة جريدة نهر الراين الجديدة وقد ساعده في تمويلها حصوله على ورثة والده المتبقية الصحيفة صممت لنشر جميع أخبار أوروبا وفق رؤية كاريل ماركس وتفسيره للأحداث ورغم مساعدة زملائه في العصبة الشيوعية إلا أن التأثير المهيمن كان لماركس في التحرير ووفق إنجلز فقد ظلت الصحيفة ديكتاتورية بسيطة لماركس خلال تحريره للمقالات الصحفية كان يتعرض مع الاشتراكيين للمضايقات من قبل الشرطة وقد قدم للمحاكة عدة مرات ووجهت له تهم مختلفة مثل إهانة رئيس النيابة العامة وارتكاب جنحة صحفية والتشجيع على التمرد المسلح ورغم هذه التهم إلا أنه كان يبرأ في كل مرة في تلك الأثناء كان البرلمان البروسي ينهر وقدم الملك في ريدرش في لهلم الرابع حكومة جديدة مؤيدة للرجعية نفذت إجراءات لطرد اليسار والحركات الثورية من البلاد ونتيجة لذلك أغلقت صحيفة الراين الجديدة وأمر ماركس بمغادرة البلاد في السادس عشر من يوليو وعاد إلى باريس التي كانت تشهد ثورة مضادة حيث طرد لاعتباره تهديدا سياسيا مع اقترابي ولادة طفله الرابعي وعدم قدرة زوجته على العودة لبلجيكا أو بروسيا فقد لجأ إلى لندن في أعصطس 1849 في لندن في أغسطس 1847 وصل ماركس إلى لندن حيث سيبقى فيها لآخر حياته وانتقل مقر العصبة الشيوعية لنفسه المدينة أيضا لكن وجود العصبة في لندن تحت إدارة ماركس لم يمنعها من الانقسام حيث بدأ فصيل داخلها بقيادة أوغاست ويلش وكارل شاب في التحريض على انتفاضة فورية إذ اعتقدوا أن بداية الانتفاضة في العصبة الشيوعية ستؤدي لتحريض الطبقة العاملة بأكملها في جميع أنحاء أوروبا وستنضم تلقائيا لهم ماركس وانجليزي احتجوا على ذلك معتبرين أن مثل هذه الانتفاضة غير المنظمة ستكون مغامرة وربما ستكون انتحارا للعصبة الشيوعية انتفاضة بهذا الشكل ستسحق بسهولة من قبل الشرطة والقوات المسلحة للحكومات الرجعية في أوروبا وقد أكد ماركس أن هذا من شأنه أن يهدد العصبة الشيوعية بأكملها فالتغيرات لا تتحقق بين ليلة وضحاها من خلال جهود بعض من الرجال بدلا من ذلك يجب أن تكون التغيرات من خلال التحليل العلمي للظروف الاقتصادية للمجتمع ومن خلال التحرك نحو الثورة عبر مراحل مختلفة من التنمية الاجتماعية شعر ماركس بعد فشل الانتفاضات التي انطلقت في أوروبا عام 1848 بأن الطبقة العاملة يجب أن تشجع على الاتحاد مع العناصر التقدمية من البرجزاية بهدف هزيمة الأرستقراطية الإقطاعية بعبارة أخرى يجب على الطبقة العاملة أن تنضم إلى القوى البرجوازية والديمقراطية لتحقيق خاتمة ناجحة للثورة البرجوازية قبل التأكيد على أجندتها بعد الصراع الذي هدد وجود العصبة الشيوعية عاد رأي ماركس ليسودا وغدرت مجموعة ويلس شعير العصبة وخلال تلك الفترة انخرط ماركس بشدة في جمعية تعليم العمال الألماني عقدت الجمعية أولى اجتماعاتها في شارع جريت ويندمل وسط لندن وأيضا عانت من انقسامات حيث مال بعض أعضائها لفصيل ويلس شعير ولنفس الأسباب التي أدت لانقسام العصبة الشيوعية لكن ماركس خسر المعركة واستقال في السابع عشر من سبتمبر 1850 الكتابة لصحيفة نيويورك تريبيون عدل في الفترة الأولى في لندن كان ماركس ملتزمنا بشكل كبير بدراساته لدرجة أنه وعائلته عاشوا في فقر مدقع كما أنه كان منبوذنا بسبب نشاطه الثوري وكان يعتمد في دخله الأساسي على صديقه إنجلز المالك لمصدر دخل كبير من والده الصناعي فعل فقر الشديد ماركس لترك الغرفة التي استأجرها في شارع السلش بعد أن طرد منها للانتقال لكوخ صغير في أسوأ الأحياء سيتنا في المدينة وهو حي سوه والذي لقبه كاتب سيرة جيني بشارع الموت في هذه الأثناء كان لماركس صحيفته في بروسيا وكان مساهمنا للمتحالفين معه أيديولوجيا إضافة لسهولة الوصول للطبقة العاملة في لندن وبذلك تحول مع إنجلز للصحافة الدولية حيث نشرت أعمالهم في إحدى المرات في ست صحف في إنجلترا والولايات المتحدة وبروسيا والنمسا وجنوب أفريقيا كانت أرباح ماركس الرئيسية تأتي من مقالاته المكتوبة باللغة الإنجليزية لجريدة نيويورك تريبيون إضافة لبعض الصحف البرجوازية وقد ترجمت مقالاته للألمانية بواسطة فيلهلم بيبير صحيفة نيويورك ديلي تريبيون كانت قد تأسست في أبريل من العالم 1841 على يد هوراس بريلي وضمت هيئة تحرير من البرجوازيين التقدميين منهم جورج ريبلي ورئيس التحرير تشارلز دانا والذي كان فوريوري الاعتقاد الاقتصادية وناشطنا لأجل التحرر من العبودية إضافة لكونه صلة الوصل مع ماركس العمل الجديد كان وسيلة استغلها ماركس للوصول إلى جمهور وراء الأطلسي وإظهار لحربه الخفية مع هنري تشارلز كاري الصحيفة والتي كانت تباع بسنتين كان لها شعبية واسعة بين أفراد الطبقة العاملة وبأكثر من خمسون ألف نسخة لكل إصدار فقد كانت الصحيفة الأكثر توزيعا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت الصحيفة تحمل خطاب تقدمي يعكس موقف مؤسسها مقال ماركس الأول نشر في الحادي والعشرين من أغسطس 1852 وكان حول الانتخابات البرلمانية البريطانية في الفترة من ديسمبر 1851 وحتى ماركس 1852 عمل ماركس على كتاب نظري عن الثورة الفرنسية 1848 بعنوان الثامن عشر من برومير لويس نابليون واستكشف فيه مقاهيم المادية التاريخية والصراع الطبقية وديكتاتورية البروليتاريا وانتصار البروليتاريا على الدولة البرجوازية في أبريل 1857 دعا دانا ماركس لكتابة مقالات بشكل أساسي عن التاريخ العسكري وتقديمها لسيكلوبيديا أمريكا الجديدة وهي فكرة صديقه جورج ريبلي وهو المحرر الأدبي في سجيفة تيريبيون نشر في الصحيفة مقال لماركس وإنجلز أغلبها كتبها إنجلز وماركس أجرى بعض الأبحاث عنها مع أواخر خمسينات القرن التاسع عشر تضائل الاهتمام الأمريكي بالشؤون الأوروبية وتحولت مقالات ماركس لموضوعات تتركز حول أزمة العبودية والحرب الأهلية الأمريكية 1861 دفع الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة دانا لتعديل طريقة عمل ماركس وأخبره في الحادي والعشرين من مارس 1857 أنه سيدفع له أجر مقال واحد أسبوعياً سواء نشر أم لم ينشر وسيدفع مقابل المقالات الأخرى إذا نشرت فقط في شهر أكتوبر من نفس العام أوقفت الصحيفة تعاملها مع جميع مراسل أوروبا بسثناء ماركس وتيلر واختزلت أعمال ماركس لمقالة واحد في الأسبوع وبين سبتمتبر وأكتوبر 1860 كانت قد نشرت خمس مقالات فقط ولم يستأنف ماركس نشاطه فيها إلا في سبتمبر 1861 وحتى مارس 1862 عندما كتب له دانا لإبلاغه عدم وجود شواغر لنشر التقارير والمقالات القادمة من لندن بسبب الشؤون الداخلية الأمريكية في عام 1868 أنشأ دانا صحيفة ثانية وهي نيويوركسن وكان هو رئيس تحريرها يمكن القول بأن فترة الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر حددت فلسفيا ماركس الهيجلية الشاب وماركس صاحب الأيديولوجية العلمية الأكثر نتجا والمرتبطة بالماركسية البنيوية رغم أن الكثير من الفلاسفة والمؤرخين لا يقبلون بهذا الطرح بالنسبة لماركس وإنجليز فقد كانت ثورات 1848 و1849 أساسية في تطوير نظريتهم في الاقتصاد والتقدم التاريخي وبعد فشل هذه الثورات ظهر الزخم الثوري مستهلكنا ولن يتجدد دون أزمة اقتصادية مشأ الخلاف بين ماركس وزملائه في العصبة الشيوعية الذين وصفهم بأنهم مغامرون إذا اعتقدوا أن قوة الإرادة يمكن أن تكون كافية لخلق الظروف الثورية في حين رأى ماركس أن الظروف الاقتصادية هي الشرط الأساسي الركود الاقتصادي الذي بدأ في الولايات المتحدة عام 1852 بعث الأمل بالنشاط الثوري لدى ماركس وإنجليز ومع ذلك فقد نظر للاقتصاد بأنه غير ناضج لتحقيق الثورة المطلوبة لكن أي أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة لن تؤدي إلى عدوى ثورية تنتقل لاقتصادات أوروبا فقد كانت أنظمة مغلقة ومع انتشار حالة الذعر 1857 في أمريكا تحطمت كل النماذج الاقتصادية وعرفت أول أزمة مالية عالمية حقيقية الأممية الأولى ورأس المال بعد الإخفاقات التي منيت بها الثورات في أوروبا سعى ماركس لفهم أكبر لنمط الانتاج الرأس مالي وذلك لتقديم النقد مناسب ولتحقيق ذلك قضى أوقات طويلة يدرس في المتحف البريطاني ومع حلول عام 1857 كان قد دون أكثر 800 صفحة من الملاحظات حول رأس المال وملكية الأرض والعمل المأجور والدولة والتجارة الخارجية والسوق العالمي هذه الملاحظات المجمعة لم تظهر حتى عام 1939 حيث نشرت تحت عنوان أسس نقد الاقتصاد السياسي نشر ماركس مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي عام 1859 وهو أو عمل وجه فيه نقدا جادا للاقتصاد الهدف من الكتاب أن يكون معينة لكتابه الذي سينشر لحقنا وهو رأس المال في عمله هذا توسع ماركس في شرح نظريات قيمة العمل التي دعا إليها ديفيد ريكاردو استقبل العمل بحماس وبيعت نسخه بسرعة المبيعات الناجحة لكتاب مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي حفزت ماركس في أوائل الستينات لإنهاء عمل رأس المال والذي سيكون عمله الرئيس خلال حياته حيث ناقش رأس المال ونظريات فائد القيمة وانتقد منظر الاقتصاد السياسي لا سيما أدم سميث وديفيد ريكاردو يشار دائما لنظرية فائد القيمة باعتبارها المجلد الرابع لرأس المال وهي واحدة من الأطرحات الأولى الشاملة لتاريخ الفكر الاقتصادي استمر ماركس بكتابة المقالات الصحفية لنيويروك ديلي تربيون فقد كان متأكدا بأن السياسة التحريرية تقدمية لكن رحيلة شارلس دانا عن رئاسة التحرير في أواخر 1861 أدى لتغيير السياسة القديمة في النشر لم تعود الصحيفة تتخذ موقفا قوينا في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام والدعمة سلامنا فوريا للاتحاد بين الولايات مع بقاء العبودية ضمن الكنفدرالية الجديدة كان ماركس مختلفا بشدة مع هذا الموقف ما دفعه للانسحاب من الصحيفة في 1863 انضم ماركس عام 1864 لرابطة العمال الدولية والتي عرفت بالأممية الأولى وانتخب في مجلسها العام مع أوائل انطلاقاتها وشارك في النضال ضد الجناح السلطوي المتمركز حول ميخايل باكونين 1814 إلى 1876 وعلى الرغم من نجاح ماركس في مواجهة باكونين إلا أنه أيد نقل مركز عمل الرابطة من لندن إلى نيويورك عام 1872 ما أدى لتدهور الأممية الأولى الحدث السياسي الأهم للأممية الأولى كان كومونة باريس عام 1871 عندما تمرد مواطن باريس على حكومتهم واستولوا على المدينة لمدة شهرين وردا على القمع الدموي لهذا التمرد كتب ماركس أحد أشهر كتيباته الحرب الأهلية في فرنسا دفاعنا عن الكومونة عام 1867 نشر المجلد الأول من رأس المال وهو عمل حلت فيه عملية الانتاج الرأس مالية وضع ماركس في هذا العمل نظرياته الخاصة بالقيمة والمتأثرة بتوماس هوجسكين الإنجليزية وقد أقر ماركس بالعمل الرائع لهوجسكين في الدفاع عن العمالة ضد مطالبات رأس المال وقد دفع هوجسكين عن عمله في أكثر من نقطة وجهت له في رأس المال اقتبس ماركس من هوجسكين الاعتراف بتغريب العمل في ظل الانتاج الرأس مالي لم يعد هناك أي مكافأة طبيعية للعمل الفردي كل عامل ينتج فقط جزءا من الكل وكل جزء ليس له قيمة أو منفعة في حد ذاته لا يوجد شيء يمكن للعامل أن ينتهزه ويقول هذا هو المنتج سأحتفظ بهذا لنفسي في المجلد الأول من رأس المال أوضح ماركس مفهومه لفائض القيمة والاستغلال وقال أنه يؤدي في النهاية لانخفاض معدل الربح وانهيار الرأس مالية الصناعية مجلدا رأس المالي الثاني والثالث بقي مخطوطات عمل عليهم ماركس حتى نهاية حياته ونشر بواسطة انجلز بعد وفاته نشر المجلد الثاني عام 1893 تحت عنوان رأس المال المجلد الثاني عملية تداول رأس المال ونشر المجلد الثالث بعد عام تحت عنوان رأس المال المجلد الثالث عملية تداول رأس المال ككل تضرية فائض القيمة مشتقة من المخطوطات الاقتصادية المترامية والتي كتبها ماركس بين 1861 إلى 1863 وتعتبر مسودة ثانية لرأس المال وتمتد هذه المخطوطات من الجزء الأخير للمجيد الثلاثين حتى النصف الأول من المجلد الثاني والثلاثين ضمن الأعمال المجمعة لماركس وإنجليز بينما تمتد المخطوطات الاقتصادية الأكبر المكتوبة بين عام 1861 إلى 1863 من بداية المجلد الثلاثين وحتى لمجلد الرابع والثلاثين الجزء الأخير من المجلد الرابع والثلاثين يتكون من المخطوطات المكتوبة في 1863 إلى 1864 والتي مثلت مسودة ثالثة لرأس المال وجزء كبير منها ليكون ملحقنا في طبعة المجلد الأول في عام 1905 و 1910 نشرت طبعات مختصرة لفائض القيمة وترجمت للإنجليزية ونشرت في لندن عام 1951 لكن نسخة كاملة نشرت في موسكو عام 1963 و 1971 باعتبارها المجلد الرابع لرأس المالي تدهورت صحة ماركس خلال العشر سنوات الأخيرة ولم يكن قادرا على بذل نفس الجهد السابق خلال حياته تمكن من التعليق بشكل كبير على السياسات التي عصرته لا سيما في بروسيا وروسيا وقد قدم نقدا لبرنامج جوتا عارض فيه ميل أتباعه إلى التسوية مع اشتراكية الدولة الذي قدمه فردنان لاسل عن طريق حزب اشتراكي موحد وقد بدى ذلك واضحا من خلال الشعار الذي روجه ماركس من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته في الثامن من مارس 1881 أرسل ماركس إلى فيرا زاسوليتش متحدثا عن فكرة تجاوز روسيا لمرحلة طور الرأس مالي وبناء الشيوعية على أساس الملكية المشتركة للأرض والمميزة للمجتمع الريفي الروسي أو اختصارا واعترف ماركس بأن المشاعية الريفية في روسيا هي نقطة الارتكاز للتجديد الاجتماعي في روسيا إضافة إلى أنه حذر من أن الانتقال إلى الاشتراكية في روسيا دون المرور بمرحلة رأس مالية للقضاء على التأثيرات الضارة التي تهاجمها الجماعات الريفية من كل الجهات فإذا ما قضي على هذه التأثيرات ستخلق الظروف الطبيعية للتطور العفوي في المجتمع الريفي وأشار في نفس الرسالة إلى أن جوهر النظام الرأس مالي يكمن في الفصل التام بين المنتج ووسائل الإنتاج في المسودة الأولى للرسالة يكشف ماركس عن شغفه بعلم الإنسان بدافع إيمانه بأن الشيوعية المستقبلية ستكون عودة لمستوى أعلى من شيوعية ما قبل التاريخ وكتب الاتجاه التاريخي لعصرنا هو الأزمة القاتلة التي يمر بها الإنتاج الرأس مالي في الدول الأوروبية والأمريكية حيث وصل إلى ذروته وهذه الأزمة ستنتهي بتدمير نمط الإنتاج الرأس مالي وعودة المجتمع الحديث إلى أعلى شكل من الأشكال القديمة للجمع والالتقاط مضيفاً حيوية المجتمعات البدائية كانت أكبر بما لا يقاس من حيوية المجتمعات السامية واليونانية والرومانية وغيرها وبعبارة أوضح حيوية المجتمعات الرأسمالية الحديثة قبل وفاته طلب ماركس من إنجلز كتابة هذه الأفكار التي نشرت عام 1884 تحت عنوان أصل العائلة والملكية الحياة الشخصية لماركس عن عائلته أنجب ماركس وزوجته واستفال سبعة أطفال لكن وبسبب الظروف الصعبة التي عانوها في لندن لم يبلغ منهم إلا ثلاثة أطفال فقط والأطفال هم جيني كارولين لورا ماركس إدغار هينري إدوارد جيني إيفلين فرانسيس إليانور ماركس إضافة لطفل توفي قبل تسميته عام 1857 وبحسب بولا فارك زوج لورا ماركس فإن والدها كان أبناً محبناً زعمت بعض الأقويل عام 1862 أن ماركس ملك طفلناً من علاقة خارج إطار الزواج واسمه فريدي وقد أنجبه من هيلين ديموت وهي مديرة منزله لكن هذه الأقويل محل خلاف بسبب عدم وجود أدلة واضحة تؤكدها استخدم ماركس الأسماء المستعارة بشكل كبير عند البحث عن استئجار منزل أو شقة وذلك غالباً لجعل تعقبه من السلطات أمراً صعباً فأثناء وجوده في باريس استخدم السيدة رامبوز وفي فترة تواجده في لندن كان يوقع خطاباته باسم ألف ويليامز وكان أصدقاؤه يشيرون عليه باسم المستمقع وذلك بسبب شعره الأسود المجعد وبشرته الداكنة بينما شجعه أطفالة على استخدام اسم السجين القديم وو شارلي كما منح أصدقاؤه وأفراد عائلته إيضاً أسماء مستعارة فأشير لفريدريك إنجلز باسم عامة ولهيلين مديرة المنزل باسم لينش أو نم وأخذت أحدى بناته اسم كوي كوي إمبراطورة الصين وأشير للورا باسم كاكادو أو خوي خويون على الرغم من أن ماركس كان يشرب الكحول إلا أنه أصبح يكثر من الشرب بعد انضمامه لنادي ترير للشرب غالباً في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وبقي يشرب بكثرة طوال حياة عانى ماركس من مشاكل صحية كثيرة وقد وصفها هو بأنها بؤس الوجود الكثير من المؤلفين وكتاب سيرته الشخصية حاولوا تفسير حالته وقد أرجع كاتب سيرته فيلنر بلومنبرك حالته إلى مشاكل الكبد والمرارة المرافقة لماركس منذ العام 1849 وقد تفاقمت المشاكل بسبب أسلوب الحياة غير المناسب وتصحبت النوبات المرضية بصداع والتهاب في العين وألام عصبية في الرأس وألام روماتزمية في عام 1877 ظهرت عليه أعراض اضطراب عصبي خطير تسبب له في الأرق وقد حربه ماركس بتعاطي المخدرات وتفاقم الاضطراب بسبب العمل الليلي المفرط ونظام الغذاء غير الصحي ماركس كان محبا للتوابل وللأسماك المدخنة والكافيار والخيار المخلل وهي وجبات غير ملائمة لمرضى الكبد إضافة إلى ذلك فماركس لم ينقطع عن الشرب وكان مدخنا شرها وبسبب سوء وضعه المادي فقد اضطر لاستهلاك السجائر ذات النوعية الرديئة اشتكى ماركس كثيرا من الدمامل وهي مصاحبة لأمراض الكبد وقد تكون عائدة لنفس الأسباب وبسببها عانى من صعوبة بالجلوس أو العمل واقفا وحسب قول بيلومينبيرت فغالبا ما أتته حالات تهيجية بسبب مشاكل الكبد إن المرض أكد امتلاك ماركس لسمات معينة مثل هجاؤه اللاذعي الذي لم تخفي حدته إضافة لتعبيراته التي قد تكون وقحة وقاسية ورغم إيمانه الأعمى بأقرب أصدقائه إلا أن الأخير اشتكى من عدم ثقته بنفسه وعدم عدله بالنسبة لهم فقد كانت آراؤه قاسية ليس فقط تجاه الأعداء بل اتجاه الأصدقاء أيضا لدرجة أن الأشخاص الأقل حساسية قد يشعرون بإهانة كبيرة ربما كان هناك أحدا ممن لم ينتقدهم بهذه الطريقة لكن حتى أنجلز لم يستثنى من ذلك وفقا للمؤرخ برينستون فإن ماركس أصيب بالتهاب رئوي وهو في سن المراهقة أو التهاب الجنبة ما أدى لإعفائه من الخدمة العسكرية البروسية وفي وقت لاحق وأثناء عمله على رأس المال الذي لم ينتهي عانى من ثلاث محن وهي تفاقم مرض الكبد الذي قد يكون وراثينا والإرهاق الناتج من السهر والنظام الغذائي السيء وهو ما نتج عنه التهاب العين نتيجة كثرة العمل الليلي أما البلاء الثالث فهو انفجار الدماملي والتي قد تكون نتجت بسبب جميع الممارسات غير الصحية التي ميزت أسلوب حياة ماركس وكثيرا ما كان إنجلز يحث ماركس على الإقلاع عن هذه العادات الخطيرة اطروحة البروفيسور بريستون رجحت أن السبب وراء هذه العادات الخطيرة هي تضحية عقابية بسبب الشعور بالذنب والأنانية التي زرعها والده به عام 2007 أجرى طبيب الجلدية سام شوستر من جامعة نيوكسل تشخيصا بأثر رجعي للمرض الجلدي الذي أصاب ماركس وبحسب شوستر فإن ماركس لم يكن يعاني من مشاكل في الكبد بل من التهاب الغدد العرقية القيحي وهي حالة معدية تنشأ من أنسداد القنوات المفرزة لجريبات الشعر هذه الحالة لم تعرف في الأبحاث الطبية الإنجليزية حتى عام 1933 ما يعني أنها كانت مجهولة بالنسبة لأطباء ماركس وهي حالة قد تسبب آلامنا في المفاصل قد تشخص على أنها التهاب روماتزمي وآلامنا في العين ولأجل هذا التشخيص الرجعي فقد نظر شوستر في المادة الأولية وهي مراسلة ماركس إنجليزي المجمعة والمنشورة في خمسين مجلدا وعليه فقد رأى شوستر على الرغم من أن ماركس وزوجته والأطباء كانوا يطلقون على الآفات الجلدية الدمامل أسماء عدة إلا أنها كانت متكررة ومؤلمة وثابتة المواقع ما سهل تشخيصها لاحقا وقد لوحظت هذه الدمامل في الإبطين والأربية حول الشرج والأعضاء التناسلية القضيب وكيس الصفن والمناطق فوق العانة والجانب الداخلي من الفخذين وهي المواقع الشائعة للتهاب الغدة العرقية القيحي زعم البيرفيسر شوستر أن هذا التشخيص هو الأقرب للواقع شوستر حاول دراسة الآثار الاجتماعية والنفسية المحتملة للمرض وأشار إلى أن الجلد هو أحد أعضاء التواصل وأن التهاب الغدد العرقية القيحية ينتج عنه ضيق نفس حاد يترافق مع الكراهية والإشمئزاز والقاب من الصورة الذاتية وهي مشاعر رأى شوستر الكثير من الأدلة التي تؤكدها من خلال مراسلة ماركس وأنجلز ومضى أيضا في السؤال عما إذا كانت هذه الآثار النفسية والاجتماعية كانت عقلية أيضا وساهمت في تطوير نظرية ماركس عن الاغتراب تظهر رؤية ماركس للتاريخ والتي سميت لاحقنا بالمادية التاريخية تأثير دعوة هيبل للنظر إلى الواقع والتاريخ بشكل جدلي كيفت رؤية ماركس بشكل مثير للجدل على يد إنجلز ولنين لتكون مادية جدلية إلا أن هيبل فكر بالمثالية ووضع الأفكار بالمقدمة بينما قلب ماركس الفلسفة الهيبلية مدافعا عن أسبقية المادة على الفكرة جيث رأى هيبل أن الروح هي الدافع للتاريخ واعتبر ماركس أن هذا اللغز غير ضروري إذن أنه يحجب الحقيقة الإنسانية وأفعالها المادية التي تشكل العالم واعتبر أن الهيبلية يجب أن تقلب رأسنا على عقب وبرغم كره ماركس للمصطلحات المثالية عند هيبل إلا أنه استخدمها في العديد من أعماله ففي البيان الشيوعي كتب شبح يطارد أوروبا شبح الشيوعية لقد دخلت جميع قوى أوروبا القديمة في تحالف مقدس لطرد هذا الشبح ووظف رأس المال بأنه استحضار للأرواح التي تحيط بمنتجات العمل رغم أن ماركس استوحى أفكارنا من الاشتراكيين وعلماء الاجتماع الفرنسيين إلا أنه أنتقد الاشتراكيين الخياليين واعتبر أن مجتمعاتهم الصغيرة ستكون مهمشة وملئة بالفقر فالتغيير يجب أن يكون على نطاق واسع في النطاق الاقتصادي لكي يحدث تغييراً إسهامات ماركس الهامة في مراجعته للهيغلية جاءت من قراءة كتاب إنجلز حالة الطبقة العاملة في إنجلترا عام 1844 وهو الكتاب الذي أدى إلى تصور الجدل التاريخي من حيث الصراع الطبقي ورؤية الطبقة العاملة الحديثة على أنها الأكثر تقدمناً اتجاه الثورة إضافة لكتاب إنجلز فقد ساهم في ريدرش ويلهيلم شولز من خلال كتاباته بوصف حركة الإنتاج بأنها تنبع من التناقض بين قوى الإنتاج ونمط الإنتاج ماركس اعتقد أنه يستطيع دراسة التاريخ والمجتمع علمياً إضافة لتمييز اتجاهات التاريخ الناتجة من الصراعات الطبقية في المجتمع لذلك فإن بعض أتباعه يعتقدون بأن الثورة الشيوعية ستحدث حتماً رغم أن ماركس أكد في اطروحته الحادية عشر حول فيورباخ الفلسفة فسر العالم فقط بطرق مختلفة لكن الهدف هو تغييره ومن الواضح أنه كرس نفسه لمحاولة تغيير العالم الفلسفة والفكر الاجتماعي لماركس من خلال النقد الذي وجهه ماركس فقد جادل الكثير من المفكرين ولذلك اعتبر أول مستخدم للطريقة النقدية في العلوم الاجتماعية فانتقد الفلسفة التأملية وساوى بين فوق الطبيعية والأيديولوجيا ومن خلال هذا النهج حاول ماركس فصل النتائج الرئيسية عن التحيزات الأيديولوجية وهذا ما ميزه عن عديد معاصريه الطبيعة البشرية شابه ماركس توقفيلي الذي وصف لاستبداد البيروقراطية بأنه مجهول الهوية لا يملك طاغية محدد حيث انفصل ماركس عن المفكريين الكلاسيكيين الذين ناقشوا طبيعة المستبد الوحيد وبدلا من ذلك بدأ في تحليل استبداد رأس المال افتراضه الأساسي كان مبني على أن التاريخ البشرية يتضمن تحويل الطبيعة البشرية والتي تشمل كل من البشر والأشياء المادية حيث يدرك البشر أنهم يمتلكون الذات الفعلية والمحتملة بالنسبة إلى ماركس وهيبل فإن تطوير الذات يبدأ بتجرية الاغتراب الداخلي يليه الدراك أن الذات الفعلية تجعل نظيرتها المحتملة موضوعا يجب إدراكه يرى ماركس بأن قولبة الطبيعة بالطرق المرغوبة يجعل الموضوع خاصا بالفرد وبالتالي يسمح له برؤية نفسه البشرية بشكل عام فإن الطبيعة البشرية بالنسبة لماركس موجدة بوصفها وظيفة للعمل البشري من الأمور الأساسية أيضا للعمل الهادف هي الافتراض بأن تصالح الشخص مع موضوعة المنسلب يتطلب منه ممارسة تأثير على الأشياء المادية والحرفية في عالم الذات يعترف ماركس بأن هيجل أدرك طبيعة العمل والإنسان الموضوعي نتيجة لعمله الواقعي لكن وبنفس الوقت يصف التطور الذاتي الهيجلي بأنه روحي وتجريدي بشكل مفرط وهنا ينحرف عن هيجل بإصراره على أن حقيقة الإنسان أنه كائن مادي وفعلي وواع وموضوعي يمتلك قدرات طبيعية تؤكد أن لديه أشياء حسية وفعلية تساعده في التعبير عن حياته وبالتالي فإن ماركس يرجع العمل الهيبلية لتفسيره على أنه مادي وفي سياق القدرة البشرية على تحويل الطبيعية لقوة عمل الأيد العاملة وصراع الطبقات والوعي الزائف إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن ليس سوى تاريخ صراعات طبقية اهتمام ماركس المكثف كان بطريقة ارتباط الناس بقوى العمل الخاصة بهم وأعطى هذا الاهتمام الكثير أثناء كتابته عن مشكلة الاغتراب وبنفس طريقته مع الجدل فقد بدأ ماركس بصياغة مفهوم الاغتراب انطلاقاً من مفهوم هيدل وقراءته بشكل مادي حيث خلص إلى أن الرأسمالية تتوسط علاقات الانتاج بين العمال والرأسماليين من خلاله السلع التي تشترى وتباع في السوق بالنسبة لماركس فإن اجتمال تخلي المرء عن ملكية العمل الخاص به قدرة المرء على التغيير هو بمثابة اغتراب عن طبيعة الفرد إضافة لكونه خسارة روحية هذه الخساوة وصفها على أنها تقديس السلع حيث تبدو الأشياء التي ينتجها الناس مالكة للحياة والحركة بالنسبة لهم ويتكيف معها البشر من خلال سلوكهم إن تقديس السلعي يعد مثالاً على ما أسماه إنجلز بالوعي الزائفي والمرتبطة بشكل وثيق مع الأيديولوجيا ماركس وإنجلز قصد بالأيديولوجيا الأفكار التي تمثل مصالح طبقة معينة في فترة تاريخية ما وجهة نظر ماركس كانت تعتير أن هذه المعتقدات الأيديولوجية بأحسن الأحوال هي أنصاف حقائق فهي تؤدي وظيفة سياسية مهمة بعبارة أوضحة فإن السيطرة التي تمارسها فئة واحدة على وسائل الإنتاج لا تشمل الطعام والسلع فقط بل تمتد لإنتاج الأفكار وهنا قد نرى تفسيراً محتملاً لامتلاك أعضاء طبقة تابعة لأفكار تتعارض مع مصالحهم الخاصة هذا النوع من التحليل نجد له مثالاً في فهم ماركس للدين والذي قدمه في نقد فلسفة الحق عند هيجل إن التعاسة الدينية هي في شطر منها تعبير عن التعاسة الواقعية وهي من جهة أخرى احتجاج على التعاسة الواقعية الدين زفرة الإنسان المسحوق روح عالم لا قلب له كما أنه روح الظروف الاجتماعية التي طرد منها الروح أنه أفيون الشعب إن إلغاء الدين من حيث هو سعادة وهمية للشعب هو ما يتطلبه صنع سعادته الفعلية أن تطلب تخلي الشعب عن الوهم حول وضعه هو تطلب التخلي عن وضع بحاجة إلى وهم فنقد الدين هو بداية نقد وادي الدموع الذي يؤلف الدين هالته العليا جادل ماركس في إحدى مداخلاته المقدمة بأن الدين كان هدفه الأساسي تعزيز التضامن الاجتماعي وهنا تكمن وظيفته من أجل الحفاظ على الوضع السياسي والاقتصادي الموجود والحاوي على عدم المساواة عرض ماركس عمالة الأطفال واعتبر أن الصناعات البريطانية لا يمكنها أن تعيش عن طريق مص دماء العمال ودماء الأطفال أيضاً كما اعتبر أن رأس المال الأمريكي مول من خلال دماء الأطفال الاقتصادي والتاريخ والمجتمع ارتبطت أفكار إعادة إنتاج رأس المال عند ماركس بالعلاقات الاجتماعية التي تحدد ماضى المجتمع وحضره ومستقبله وهذا ما أطلق عليه الحتمية الاقتصادية بحيث يكون العمل هو الشرط المسبق لإعادة إنتاج رأس المال وتراكمه ويشكل الاثنان النظام الاجتماعي بالنسبة لماركس فإن التغيير الاجتماعي يدفع من خلال الصراع بين المصالح المتعارضة الموجودة في نمط إنتاجي تاريخي معين هذه الفكرة أصبحت مصدر الإلهام لمعرف بنظرية الصراع في نموذج التطور التاريخي لي طرحه ماركس جادل بأن التاريخ البشرية بدأ بأنشطة حرة ومنتجة وإبداعية لكنها تحولت مع مرور الوقت لقصرية وغير إنسانية وهذا الاتجاه الأكثر وضوحا في ظل الرأس مالية وقد أشار ماركس على أن هذا التطور لم يكن مقصودا فحدوثه كان بسبب المنطق الجوهري لنمط الإنتاج الرأس مالي الذي يتطلب المزيد من للعمل البشري العمل المجرد الذي سيساهم في إعادة إنتاج العلاقات الرأس مالية تنظيم المجتمع يعتمد على وسائل الإنتاج فهي المساهمة الوحيدة لإنتاج السلع المادية مثل الأرض والتكنولوجيا وليس العمل البشري أما علاقات الإنتاج فهي العلاقات الاجتماعية التي يدخل بها الناس عندما يكتسبون ويستخدمون وسائل الإنتاج فيشكلون طريقة الإنتاج وقد ميز ماركس العصور التاريخية من حيث أنماط الإنتاج ففرق بين البنية التحتية القاعدة والبنسة الفوقية حيث تشكل القاعدة النظام الاقتصادي وتمثل البنية الفوقية النظام الثقافية والسياسية وبهذا التفسير فإن عدم التوافق بين البنيتين هو مصدر الاضطراب الاجتماعي والصراعات برغم تركيز ماركس على نقد الرأسمالية ومناقشة المجتمع الشيوعي الجديد الذي يجب أن يحل محله إلا أن نقده الصريحة محمي لأنه رأى المجتمع الرأسمالي محسن مقارنة بالمجتمعات السابقة العبودية والإقطاعية لم يناقش ماركس أبدا قضايا الأخلاق والعدالة بوضوح لكن يتفق العلماء على أن عمله أحتوى على مناقشة ضمنية لتلك المفاهيم اتسمت وجهة نظر ماركس عن الرأسمالية بوجهين فمن ناحية قدم أعمق نقد للرأسمالية بوصفه نظاما يتميز بالاغتراب والاستغلال والكساد الدوري المتكرر المؤدي للبطالة الجماعية ومن ناحية أخرى فالرأسمالية هي ثورية وتصنيع وتعميم صفات التنمية والنمو والتقدم حيث قصد ماركس التحضر والتقدم التكنولوجي والعقلانية والثورة العلمية المسؤولة عن التقدم على عكس الأشكال السابقة للمجتمعات اعتبر ماركس أن الطبقة الرأسمالية هي واحدة من أكثر الطبقات ثورية في التاريخ لأنها حسنت باستمرار وسائل الإنتاج أكثر من أي طبقة أخرى في التاريخ وكانت مسؤولة عن الإطاحة بالنظام الإقطاعي يمكن للرأسمالية أن تحفز نموا كبيرا لأن الرأسمالية لديه حافز لإعادة استثمار الأرباح في التقنيات الجديدة ومعدات رأس المال بحسب ماركس فإن الرأسماليون يستفيدون من الاختلاف بين سوق العمل لأي سلعة حيث لاحظ في كل الصناعات الناجحة تقريبا تكون تكلفة الوحدة أقل من متوسط سعرها وقد أطلق على هذا الفرق فائد القيمة وجادل بأنه يعتمد على العمالة الفائدة والفرق بين تكلفة إبقاء العمال على قيد الحياة وما يمكنهم إنتاجه ماركس وصف الرأسماليين بأنهم مصاصوا دماء عمالهم لكنه أشار أيضا إلى أن جني الأرباح لا يعد بأي حال من الأحوال ظلما ذلك لأن ماركس ووفقنا لألين وود يستبعد أي وجهة نظر يمكن من خلالها التعليق على هذه الأخلاقيات الخاصة كما أنه أشار إلى عجز الرأسماليين أنفسهم عن معارضة النظام الاجتماعي القائم حيث أن المشكلة تكمن في الخلية السرطانية لرأس المال التي تفهم على أنها ملكية ومعدات لكنها في الواقع علاقات اجتماعية بين العمال والمالكين وبالتالي تشكل نظام مجتمعي أو نمط إنتاج بشكل عام أكد ماركس على عدم استقرار الرأسمالية وتعرضها للأزمات الدورية واعتقد بأن الرأسماليون سيستثمرون أكثر بالتقنيات الحديثة ويستغنون عن العمالة وخلص إلى أن معدل الربح سينخفض مع نمو الاقتصادي واعتقد أن الأزمات الشديدة سوف تخلخل دورة النمو إضافة إلى ذلك فإن هذه الدورة على المدى الطويل ستساهم في إثراء الطبقة الرأسمالية وتزيد إفقار طبقة العمال وقد وصف في الجزء الأول من البيان الشيوعي الدورة الذي تلعبه التناقضات الاجتماعية في العملية التاريخية إذن لقد رأينا أن وسائل الإنتاج والتبادل التي أنبنت البرجوازية على أساسها قد استحدثت في المجتمع الإقطاعي وعند درجة معينة من تقدم وسائل الإنتاج والتبادل لم تعود الشروط التي كان المجتمع الإقطاعي ينتج فيها ويبادل لم يعد التنظيم الإقطاعي للزراعة والمانفاتورة بكلمة لم تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلاءم مع القوى المنتجة في تمام نموها فكانت تعيق الإنتاج بدلا من دفعه نحو التقدم ولذا تحولت غلى قيود كان لابد من تحطيمها وقد حطمت ومحلها حلت المزاحمة الحرة مع هيكلية مجتمعية وسياسية ملائمة مع السيطرة الاقتصادية والسياسية لطبقة البرجوازيين هذه التناقضات داخل المنطومة الرأسمالية هي ما سينتيح المجال لمجتمع ما بعد الرأسمالية بالظهور بيد أن البرجوازية لم تصنع فحسب الأسلحة التي تؤدي بحياتها بل أنجبت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة العمال العصريين أو البروليتاريين بفضل التطورات التي تسببها الرأسمالية فإن الطبقة العاملة تنمو وتطور وعيها الطبقي وتدرك في الوقت المناسب استطاعتها لتغيير النظام اعتقد ماركس أن سيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج ستدفع بالعلاقات الاجتماعية نحو المساوات وستلغي الطبقة المستغلة وتدخل نظام أقل عرضة للأزمات الدورية في الأيديولوجيا الألمانية قدم ماركس جداله بأن الإجراءات المنظمة للطبقة العاملة الدولية ستقضي على الرأسمالية إن الشيوعية بالنسبة لنا ليست حالة يجب أن تنشأ فنتكيف معها بل هي الحكة الحقيقية للأشياء ظروف هذه الحركة موجودة الآن في المجتمع الجديد لن يكون هناك اغتراب وسيصبح البشر أحراراً في التصرف دون قيود تفرض عليهم بيع قوة عملهم سيحق للجميع التصويت ضمن مجتمع ديمقراطي جديد وفي ظل هذا المجتمع الفاضل فلا حاجة للدولة التي كانت تهدف لفرض الاغتراب على الأفراد وفق ماركس فإن الانتقال من الرأسمالية للشيوعية ستتخلله فترة ديكتاتورية الطبقة العاملة حيث تستولي الأخيرة على السلطة بالقوة وتستملك وسائل الإنتاج بين المجتمع الرأسمالي والشيوعي تكمن فترة التحول الثوري لأحدهما إلى الآخر وبالمقابل فإن هذه أيضاً فترة انتقالية سياسية لا يمكن أن تكون فيها الدولة سوى ديكتاتورية البروليتاريا الثورية لكن ماركس اعتقد بإمكانية أن يكون هذا التحول سلمياً في بعض الدول التي تملكها يكل مؤسسية ديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا أما في البلدان التي لا يستطيع العمال فيها تحقيق أهدافهم فلا بد لقيام الثورة مواقفه دولية اعتقد ماركس أن التهديد الرئيسي على الثورات الأوروبية آتنمن الإمبراطورية الروسية وقد دعم العثمانين وحلفاؤهم في حرب القرم بشكل عام فقد عارض السلافية واعتبرها أداة تستخدمها الإمبراطورية الروسية في سياستها الخارجية باستثناء البولنديين فقد اعتبر أن جميع السلافيين معاديين للثورة وبدى ذلك واضحاً في مقال نشره عام 1849 بالاشتراك مع إنجلز في نويا رينشات سايتون للعبارات العاطفية حول الأخوة التي نقدمها هنا نيابة عن أكثر الدول معادية للثورة في أوروبا نرد أن كراهية الروسي كانت ولا تزال العاطفة الثورية الأساسية عند الألماني ومنذ ثورة 1848 أضيفت لها كراهية التشيك والكروات فقط من خلال استخدام التصميم الأفضل للإرهاب ضد هذه الشعوب يمكننا بالاشتراك مع البولنديين والمجريين حماية الثورة فنحن نعلم أين يتركز أعداؤها أي في روسيا ومناطق السلافيين في النمسا لا توجد عبارات جيدة ولا يمكن لأي مؤشر نحو مستقبل ديمقراطي لتلك البلدان أن يردعنا عن معاملة أعدائنا كأعداء بعد ذلك سينشب صراع لا هوادة فيه صراع حياة أو موت ضد هؤلاء السلاف الذين يخونون الثورة قتال مدمر وإرهاب لا يرحم ليس لمصلحة ألمانيا فقط بل لصالح الثورة في ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر تعاطف ماركس وإنجليز مع النارو دينكي وأعرب ماركس بعد اغتيال الإمبراطوري أليكسندر الثاني عن أمله في أن يسهم هذا الاغتيال بتشكيل بلدية روسية إذن فقد كان ماركس داعمنا للانتفاضات البولندية ضد الإمبراطورية الروسية وتحدث في لندن 1867 قد تتغير أشكال وخطوات السياسة الروسية إلا أنها ثابتة وواضحة المعالم فهدف السيطرة على العالم هو هدف ثابت في عصرنا الحالي لا يمكن إلا لحكومة متحضرة أن تحكم الجماهير البربرية وتنفذ الخطة لا يوجد سوى بديل واحد لأوروبا فإما أن تلتف البربرية الأسيوية حول عنقها تحت إشراف سكان موسكو أو يجب إعادة تأسيس بولندا ولوضع 20 مليون بطل فيها ليحول بين أوروبا وبين روسيا وبذلك تكتسب أوروبا فترة الإنجاز التجديد الاجتماعي ماركس وإنجلز أيد استقلال جزيرة أيرلندا عن المملكة المتحدة وقد أوضح إنجلز أنه اعتقد أن فصلهما سابقا كان مستحيلا لكنه أصبح أمرا لا مفر منه فرد الفعل الإنجليزي اتجاهه أيرلندا كان في إخضاعها فقط بعد احتلال فرنسا الجزائر وتحويلها لمستعمرة أتيحت لمركس الفرصة للذهاب إليها ومراقبة طريقة الحياة في شمال أفريقيا وقد كتب عن نظام العدالة الاستعماري وهو نظام يستخدم أشكال التعذيب بشكل منتظم وقد استخدمته فرنسا في سبيل انتزاع الاعترافات من العربي بطبيعة الحال فهو نظام كان مستخدمنا في إنجلترا وفي مستعمراتها حيث يحاكم القانون بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة عن طريق عرض المتهم على هيئة عادية من المجتمع فإذا أقرت بتهمة الشخص يعرض على هيئة عليا من القضاة لكن حينما يتعلق الأمر بالغطرسة تجاه السلات الأقل تصبح المحاكمة شكلية وفقا لموسوعة ستانفورد للفلسفة فإن تحليل ماركس للاستعمار بوصفه قوة تقدمية تجلب التحديث للمجتمعات الإقطاعية يمثل تبريرا شفافا للهيمنة الأجنبية رغم أن حديثه عن الهيمنة البريطانية حوى على معادات شبيهة بمعاداته للرأس مالية ماركس أدرك المعاناة الهائلة التي حدثت خلال الانتقال من نمط الانتاج الإقطاعي إلى المجتمع البرجوازي مع الإصرار على ضرورة هذا الانتقال لأنه تقدمي وجادل بأن وصول التجارة العالمية للهند سيؤدي لثورة اجتماعية هناك ناقش ماركسي الحكمة الاستعمارية في الهند البريطانية عام 1853 في صحيفة نيويورك هيرال تريبيون لا يمكن أن يبقى أي شك في أن البؤس الذي ألحقه البريطانيون بالهند مختلف في جوهره وأكثر كثافة مما كان يمكن أن يعانيه الهنود بمفردهم لقد حطمت بريطانيا العظمى الإطار الكامل للمجتمع الهندي دون ظهور أي مؤشرات لإعادة البناء حتى الآن برغم ذلك فيجب أن لا ننسى أن هذه المجتمعات القروية والتي تبدو غير مؤذية تمثل الأساس المتينة للاستبداد الشرقي فقد حصر العقل البشرية في أصغر بطاقة ممكنة فأصبح أداة الخرافات التي لا تقاوم وبعد أربع سنوات أي في عام 1857 أيد ماركس الحرب من أجل الاستقلال التي نظمت من قبل الرابطة الثورية بهدف طرد البريطانيين معتبراً أن الاستعمار البريطاني في الهند أنشئ على أساس مبدأ تدمير الوطنية وفاته بقيت صحة ماركس متدهورة في الخمسة عشر شهراً الأخيرة من حياته حيث أصيب بالتهاب القناة التنفسية بعد وفاة زوجته جيني في ديسمبر من العام 1881 تسببت التهاب القناة التنفسية بالتهاب القصبات والالتهاب الجنبي الذي قتله في لندن يوم الرابع عشر من مارس 1883 عن عمر قارب 64 سنة دفن ماركس من قبل عائلته وأصدقائه في مقبرة هاغيت الحوية على مكان مخصص للملحدين جورج إليوت دفنت في نفس المقبرة وفقاً لفرانسين ووين فإن جنازة ماركس مشى بها 11 شخصاً إلا أن المصادر المعاصرة تشير إلى 13 مشيعناً مشون خلف جنازته هم المصادر أشارت أيضاً إلى أن قرابة 25 شخصاً من الأقارب والأصدقاء حضروا الجنازة أحد كتاب صحيفة جرافيك اعتبر أن إعلان الوفاة بعد الدفن بيومين كان خطأاً فادحاً إنه خطأ فادح وغريب لم يعلن عن وفاة ماركس إلا بعد يومين في باريس وعندما سارع أصدقائه وأتباعه لمنزله في هافرستوكهيل لمعرفة مكان وموعد الدفن وجوده فعلاً قد دفن وكادت أن تنظم مظاهرة عند قبره بسبب هذه السرية والتسرع العديد من أصدقاء ماركس تحدثوا في جنازته بمن فيهم لبكا نخت وإنجلز تضمنت كلمة أنجلز في الرابع عشر من آذار مارس الساعة الثالثة إلا ربع بعد الظهر توقف أعظم المفكرين الأحياء عن التفكير لم يكن وحيداً إلا دقيقة وعندما عدنا وجدناه نائماً نومه الأخيرة في مقعده وهي خسارة فادحة للبروليتاريا المناضلة في أوروبا وأمريكا وللعلم التاريخي موت هذا الرجل إضافة لخطاب أنجلز فقد تكون برنامج الجنازة الخاصة بمركس ببيان قصير أدلته حركة الطبقة العاملة إضافة لبرقيتين من أحزاب عمالية في إسبانيا وفرنسا وكان من بين غير الأقارب هناك ثلاث رفاق اشتراكيين لماركس هوم فريدر كليسنري الذي سجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة كولونيا الشيوعية عام 1852 ولشنري الذي وصفه أنجلز بأنه عضو قديم بالعصبة الشيوعية وكارل شورليمر أستاذ الكيمياء في جامعة منشستر وعضون في الجمعية الملكية وناشط شيوعي شارك في ثورة بادني الإنجليزية عام 1848 إضافة لريلانيكستري الذي أصبح لاحقنا أكاديمينا بارزا كانت تركت ماركس بعد وفاته هي 250 جنيها استرلينينا أي ما يعادل 25365 جنيه استرليني بأرقام عام وعند وفاة فريدريك أنجلز فقد ترك لابنتي ماركس الباقيتين جزءا كبيرا من أملاكه أملاك بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي بأرقام عام 2011 نقلت رفاة كارل ماركس وعائلته لمقبرة جديدية كشف النقاب عنها عام 1956 ونحت على القبر عبارة يا عمال العالم اتحدوا وهي عبارة السطر الأخير من البيان الشيوعي إضافة لعبارة من أطروحة ماركس عن فيروربخ كما حررها أنجلز لقد اكتفى الفلاسفة في تفسير العالم بشتى الطرق المهم هو تغييره وضع الحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى CPGB نصبا تذكريا على القبر مكون من تمثال نصفي لكارل ماركس نحته لورانس برادشو وقبل ذلك كان القبر مزيننا بشكل متواضع فقط في أقت لاحق دفنت قرب ماركس كولوديا جونز زعيمة الحقوق المدنية والناطقة باسم الحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى أكاديميا فإن كارل ماركس هو مساهم في ولادة علم الاجتماع الحديث وهو أحد المهندسين المعمريين الثلاثة للعلوم الاجتماعية الحديثة مع إيميل دوركهايم وماكس فيبر واستشهد به باعتباره أحد أساتذة القرن التاسع عشر الثلاثة في تأويلات الشك مع فريداريك نيتشا وسيغموند فريد وبعكس الفلاسفة الآخرين فقد قدم ماركس نظريات يمكن اختبارها بالمنهج العلمي وشرع مع أوبست كونت في تطوير أيديولوجيات مبررة علميا في أعقاب العلمانة الأوروبية والتطورات المتتابعة في فلسفة التاريخ والعلوم من خلال منهجه الهيغلي رفض ماركس المدرسة الوضعية في العلوم الاجتماعية اعتبر كارل لوث كلا من ماركس وسورين كيركور أعظم خلفاء هيدل في علم الاجتماع الحديث فإن علم الاجتماع الماركسية يعرف بأنه أحد وجهات النظر الكلاسيكية الرئيسية يعتبر أشعي برلين أن كارل ماركس هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع الحديث إضافة لتأثيره في علم الاجتماع فقد كان لماركس أثر في الفلسفة والأدب والفنون والعلوم الإنسانية إضافة لتأثيره على حركات موسيقية وسينمائية ومسرحية منظر علم الاجتماع في القرن العشرين والواحد والعشرين استجاكوا لماركس بطريقتين رئيسيتين إحداهما اختزال الماركسية في جوهرها عن طريق الماركسية التحليلية حيث كانت الخطوة الأولى هي التخفيف من الادعاءات التفسيرية لنظرية ماركس والتأكيد على الاستقلالية النسبية للحياة الاجتماعية والاقتصادية غير المرتبطة بسرد ماركس الأساسي عن تطور علاقات الإنتاج وتعاقب أنماطه كان هذا هو التنظير الماركسي الجديد الذي تبنه المؤرخون المتأثرون بنظرية ماركس الاجتماعية مثل إدوارد بالمر تومبسون وإيريك هوبس باوم إيضا فقد سعى مفكرون ونشطاء مثل أنطونيو جارانشي إلى فهم الفرص والصعوبات المنطوية على الممارسة السياسية في ضوء نظرية ماركس الاجتماعية سياسيا فقد اتسم فكر ماركس بالتعقيد فطوال القرن العشرين انطلقت العديد من الثورات وأطلقت على نفسها اسم الماركسية لعل أهمها الثورة البلشفية في الإمبراطورية الروسية والتي أدت لولادة الاتحاد السوفيتي إضافة لذلك فقد استشهد عديد قادة العالم بماركس بمن فيهم فيلاديمير لينين موتي سيطونغ فيديل كاستورو سيلفادور أليندي جوزيب بيروز تيتو كوامي نكروما بواهر لال نهرو نيلسون منديلا جان كلود يونكر شي جين بينغ وتومس سانكارا بعيدا عن الثورات فإن أفكار ماركس أثرت بالأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم وبعض السياسيين يلقون اللوم على ماركس في جرائم كبيرة مثل عمليات التصفية التي نفذها جوزيب ستالين بحق منافسيه إضافة لعلمية التطهير في الاتحاد السوفيتي التي أشرف عليها وإلى الآن فإن إخلاص مؤيدي ستالين للأفكار الماركسية محل خلاف كبير وأمر مرفوض بالنسبة لكثير من الأحزاب الماركسية أو المفكرين الماركسيين ومن الشائع اليوم التمييز بين تأثير ماركس وبين تأثير أولئك الذين فسروا أفكاره وفقا لأغراضهم السياسية وصف أرثر ليبو ماركس وإنجلز بأنهما مؤسساً لاشتراكية الديمقراطية الثورية الحديثة عرض في عام 2017 فيلم روائي بعنوان الشاب كارل ماركس حيث ظهر فيه ماركس مع زوجته جيني وصديقه إنجلز رفقة مثقفين آخرين قبل ثوارت 1848 وقد قدم الفيلم مراجعة جيدة ودقيقة تاريخياً إضافة لصورة عن حياة ماركس الفكرية إيضاً فقد عرض فيلم عودة ماركس الإنجليزية المأخوذ من رواية جيسين باركر بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لولادة ماركس ورغم وصف العمل بأنه مضحك ومحير وغير محترم إلا أنه ووفقناً للفيلسوف راي براسير ألقى ضوءاً غير متوقع على فكر ماركس عام 2018 وأيضاً بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد ماركس كشف عن تمثال بطول أربع أمتار ونصف نحته الصيني ويويشان وتبرعت به الحكومة الصينية لمسقط رأس كارل ماركس في ترير حينها دافع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود ينكر عن ذكرى ماركس قائلناً إن ماركس اليوم يرمز إلى الأشياء التي لم يكن مسؤولاً عنها والتي لم يتسبب فيها لأن العديد من الأشياء التي كتبها أعيدت سياغتها في الاتجاه المعاكسي وفي النهاية لا تنسي الاشتراك في القناة وضغط الإعجاب ومشاهدة جميع الحلقات على اليوتيوب من خلال راديو شعيب ترجمة نانسي قنقر